في مواطن المواطن ده هو معندور سؤنية ايه هو شاف البوست ولا الفيديو ولا التغريدة ولا مش عارف ايه وهو فاكر انه هو كده بيشارك المجتمع في الانذار ينذر بقى ايه الحق ده بيقوله في زلزال عشان تبقى عارفين انا مش عارف لما يعني هيحصل كده مش يجرى حاجة يعني مهم فيروح عامل الشيريه ده وفي مواطن تاني مش بحسن نية ده كده اظن بيقع عليه نفس دات العقوبة لحدك ذكرتها لنا قبل الفصل طب وحسن النية ده بسم الله الرحمن الرحيم اولا الاسلام يربي اتباعه على التثبت وعلى حفظ اللسان وما يقوم مقام اللسان الان اللي هي الاصابع والكتابة وشارك ايه اول حاجة احنا عندنا ايه في سورة الحجرات وعندنا حديث في البخاري والمسلم نأتي الى الآية في سورة الحجرات كل المسلمين غالبا يعرفونها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا وَفِي قَرَاءَ فَتَثَبَّتُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ ناديمين وطبعا دي لها قصة أقولها بإيجاز عشان الوقت أن الجماعة كانوا بيخرجوا الزكاة أسلموا حديثا يعني فكأنهم تأخروا عدة أيام فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم مندوبا أو عاملا يجمع منهم الزكوات وأيضا دلالة على أنهم فعلا ملتزمين بالإسلام هذا الرجل الصحابة الجليل خيل له أن هؤلاء القوم ارتدوا وفارقوا الإسلام وأنهم يجهزون لحرب ضد رسول الله عليه وسلم وضد المسلمين للأسف هو استنتج استنتاجات غير حقيقية ورجع إلى المدينة ليبس هذا زي ما أنت قلت كده بقى حسنيني هو صراحة ما خصدش الإضرار لكن هو استنتج استنتاجات خاطئة الرسالة السلام همى بأن يبعث إليهم حمل التأديم لأن طبعا ده خروجه على النظام العام المجتمع وبعدين فيه إضرار بالإسلام خاصة الدعوة كانت ناشئة فإجب القوم يأتون بالصدقات إلى المدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما شأنكم لقد أرسلت إليكم مبعوثي قالوا نعم لكنه انصرف دون أن يستلم هذه الصدقات فنحن جئنا بها إليك يا خبر ربي شوف قد إيه بقى فأنزر الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق شوف يعني لو أنها نزلت في حق صحابي جليل والصحابة كلهم عدول عليهم رضوان الله ومع ذلك ربنا للأجيال يوم القيامة أن من يعني زي ما أنت قلت بحسنية أو بغير حسنية من ينشر أو يبس أي أنكت وسيلة النشر أو البس شاعات تضر الوطن ينعد بأنه فاسق مهما كانت درجته زكاة نزلت في صحابي جليل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أما حديث البخاري سيد الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع شوف كفى بالمرء إثما أن يحدث كما تفضلت السوشال ميديا التواصل النت اليوتيوب وجد خبر مفبرك مزور مدلس بدون توسق يقوم يبس هذا وقد يكون فيه إضرار بالبلد أو بالوطن أو بالمجتمع سميها ما تشاء ترجمة نانسي قنقر